موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث قال رئيس الحكومة أحمد بن دغرن السعادة الدولة وهزيمة الانقلاب ومحاربة تنظيم القاعدة والتنظيمات الإرهابية هي من أولويات الحكومة جاء ذلك خلال زيارته لقاعدة العند الجوية حيث بحث مع القادة العسكريين وقيادة قوات التحالف سير العمليات القتالية في مختلف الجبهات هذا وعادت معارك الساحل الغربي مجددا إلى الواجهة بعد فترة من الهدوء التي سادت نتيجة الخلافات السياسية التي طرأت على مدينة عدن خلال الفترة الماضية مشاهدين نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين هل يمكن القول بأن الشرعية بدأت مرحلة جدية من الصحوة؟ وهل يمكن القول أيضا أن هناك نوعا من التفاهمات مع أطراف في التحالف من أجل استكمال مرحلة التحرير؟ منذ أشهر توقفت معارك الساحل الغربي في المخى وعلى أطراف معسكر خالد وهو ما جعل الكثيرين يرجعون سبب هذا التوقف إلى طبيعة الخلافات التي حصلت بين الشرعية والتحالف على خلفية بعض القرارات التي اتخذها الرئيس هذه الآن وفي ضوء التحركات الأخيرة للشرعية يبدو بأن نوعا من التفاهمات قد تمت وهو ما سينعكس بدوره على عملية الحسم حسب مراقبين قبل البدء بالنقاش والتعرف أكثر على طبيعة الأحداث نذهب ومشاهدين لمشاهدة هذا التقرير ومن تم نعود ابقوا معنا رئيس الوزراء أحمد عبيد بن داغر في قاعدة العند واحدة من الزيارات النادرة التي يقوم بها قادة الشرعية لثاني أهم قاعدة عسكرية في البلاد الزيارة شملت جبهة كرش التي توقف عندها الجيش منذ أكثر من عامين وسط تساؤلات عن دوافع التوقف في جبهة الحسم الأهم في المعركة الشاملة ضد الإنقلابيين أطلق رئيس الوزراء في خطاب له في هذه المنطقة تصريحات متفائلة بشأن النصر الذي قال إنه قادم لا محالة وأشهد بالانتصارات التي حققها الجيش في دحر الإنقلابيين في قوم النصر قادم فنحن على أصحاب حق وأصحاب قضية وفي قاعدة العند حرص رئيس الوزراء على الإشادة بدور التحالف وقادته على كل ما يقدمونه من دعم وإسناد للشعب اليمني وحكومته الشرعية ممثلة من رئيس عبد الرب منصر هادي في مواجهة ما وصفه بالمد الإيراني والتطرف والإرهاب والإنقلاب الرسالة الأهم في زيارة بن دغر إلى هذه القاعدة العسكرية رصدها المراقبون فيما تضمنه حديث قائد قوات التحالف العربي في عدن العميد الإماراتي أحمد أبو ماجد بعد أن قدم هذا الأخير ما وصف بأنه شرح مفصل عن الانتصارات التي تحققت فقد أكد أبو ماجد طبقا لما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية أن مهمة قوات التحالف العربي في اليمن هي الحفاظ على الشرعية الدستورية وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي والمرجعية الأخرى وهزيمة العدو ممثلا في ميليشيات الحوث وصالح الإنقلابية ودعم البنية التحتية لليمن المراقبون ربطوا بين زيارة رئيس الوزراء لجبهة كريش وقاعدة العند وبين زيارة اللجنة الوزارية الثلاثية إلى مدينة التربة في محافظة تعز وعبروا عن أمنيتهم بأن تتجاوز هذه التحركات الأهداف التكتيكية الدعائية إلى تأكيد الحضور الغائب للسلطة الشرعية في المناطق المحررة على نحو يعيد ثقة للناس بجدوى التدخل العسكري الأكبر في تاريخ العرب إذن مشاهدين نبدأ النقاش وينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع سيد عبد الناصر مساء الخير أهلا مساء الخير سيد عبد الناصر بداية هل يمكن القول أن تحركات الأخيرة للحكومة الشرعية مؤشر على اليقظة وإن كانت هذه اليقظة متأخرة باتجاه إعادة ترتيب الوضع في المحافظات أو المناطق المحررة يعني أولا مش عارف ما معنى اليقظة الاشتراك صدبة اليقظة يعني كان نوع من الجمود في تحركات الحكومة وأيضا بشكل عام خلال ما شهدناه في شهرين الماضيين يعني هذه التحركات تحركات روتينية وعادية لا تشير إلى تغيير نوعي في أداء الحكومة في هذه المناطق لا زالت هذه المناطق عمليا تحكم من قبل الانفصاليين ووجود الحكومة هو وجود شكلي حتى في زيارة بندغر إلى مسكر العند كان وراه في بعض الصور العلم الانفصالي كان مرفوع العلم الانفصالي كما كان أيضا هناك أخبار بأنه كانت هناك هتافات أثناء ما تحدث عن اليمن هتافات انفصالية وبالتالي لا أرى بأن هناك تغيير حقيقي هذه الزيارات هي أقل القليل الذي ممكن أن تقوم به الحكومة التي تعبر عن وجودها في هذه المناطق لكن كما ذكرت لك الوجود الفعلي والسياسي والإداري في هذه المناطق هو للقوى الانفصالية نعم لكن في المقابل أيضا هناك من يرى بأن دور الشرعية في المحافظات المحررة أصبح مقيد بالدور الإماراتي كيف ترى ذلك؟ هو مقيد بشكل عام من البداية الحكومة وجودها وتحركاتها محكومة بمن يسيطر على الأرض ومن يسيطر على الأرض هي القوى الانفصالية وهذه القوى الإمارات لها نفوذ واضحة عليها ومن ثم فوجود الشرعية هو وجود رمزي في أفضل الأحوال لا يمكن أن يكون لك وجود حقيقي ما لم تكن أنت الطرف المسيطر والطرف الذي يصدر القرارات والطرف الذي ينفذ له الأوامر أما إن لم تكن تمتلك هذه الصفات وهذه الوظائف فوجودك ووجود رمزي لكن كيف يمكن أن تخرج الشرعية من هذا المأزق التي وضعت نفسها فيه؟ يعني الشرعية هذه الشرعية هي وضعت البلد في مأزق وليس في مأزق واحد لو كنا على مأزق واحد كان مش مشكلة الحكومة هذه السلطة هذه أوجدت الفراغ حيثما حلت يحل الفراغ الفراغ الفعلي للدولة بمعناها المؤسسي بمعناها البكري بمعناها السياسي ولهذا ليس هناك من خطوة واحدة تصحيحية لأننا لا نتكلم عن خطأ في السلوك ولكن الخطأ هو خطأ منهجي بمعناها أن المنهجية كلها خاطئة وبالتالي ليس هناك انحراف عن أمر طبيعي نقول بأن على الحكومة أو على هذه السلطة أن تصحح هذا الانحراف لكن إذا كان المنهج كله خاطئ في هذه الحالة الإصلاح لن يكون إلا إصلاح جدري والإصلاح الجدري يطال هذه السلطة لأن هذه السلطة أثبتت فشلها الكامل منذ توليها المقاليد الحكم في اليمن منذ خمس سنوات تقريبا أو أكثر نعم ابقى معي سأستكمل معك سيد عبد الناصر المودع دعني أرحب بضيفي الآخر سينضم إلينا من لندن المحلل السياسي دكتور محمد جميح دكتور مساء الخير دكتور جميح هل تسمعوني إذن يبدو أن الاتصال بدكتور جميح ليس جاهز حتى اللحظة سأعود لأستكمل مع الدكتور أو المحلل السياسي عبد الناصر المودع سيد عبد الناصر إذا ما نظرنا للتململ هذا التململ في أداء الشرعية إلى أين يمكن أن يقود البلاد بشكل كامل برأيك يعني سيقود البلاد ستستمر البلاد في حالة الفوضى في حالة الحرب وفي حالة انهيار الدولة ليس هناك من أفق ما دامت السلطة الشرعية لم تقم بواجباتها منذ البداية سنستمر في هذه الفوضى وسنستمر في حالة الحرب إلى ما شاء الله إلى أن يحدث تغير ما يحرف العملية عن المسار الخاطئ نحن أخي العزيز نسير باتجاه خاطئ وبالتالي ما دمنا نسير باتجاه خاطئ فلا نتوقع أن نتحرك نحو الهدف الصحيح عندما تتحرك بالاتجاه الخاطئ فأنت تروح عكس الاتجاه الهدف الصحيح وبالتالي سنستمر في السير في هذا الطريق حتى يحدث تحدث هذه المراجعة الشاملة الكاملة لهذه السلطة وليس لأدائها نحن لا نتحدث عن مشكلات في الأداء لكن ما الذي تحتاجه سيد عبد الناصر ما الذي تحتاجه الشرعية من أجل حسم المعركة وأن تكون بالوضع الطبيعي لا أفهم ماذا تقصد بالمعركة نحن أمام معارك كثيرة معاركها الكثيرة بشكل عام ما الذي تحتاجه هذه الحكومة لكي تصحح كل هذا يعني كما ذكرت لك هذا هو أدائها هذه السلطة هذا هو أدائها منذ البداية أدائها هذا الردي الذي أوصلنا لما أوصلنا إليه بالتالي المشكلة هو فيها ليس ما عليها أن تعمله ليس المشكلة خطأ معياري نحن نتكلم عن خطأ منهجي هذه السلطة الفاشلة تستمر في فاشلها إلى أن يحدث تغيير لهذه السلطة هنا مربض الفرس أن المشكلة ستستمر مادامة هذه السلطة التي لا أعتقد بأنها ستصلح أو أنها بعد أن أعطيت الفرس الكثيرة في ظروف مثالية وظروف أفضل بكثير من مقارنة بالظروف الحالية لا أعتقد بأنها ستتحسن أو سيصبح أداءها أفضل لأنها قد ضيعت الفرس في ظروف الإزدهار فكيف هي الآن في ظروف الفوضى وفي ظروف التشتت التي تحتاج إلى كفاءة أفضل بكثير من الكفاءة العادية نحن نحتاج إلى قيادة استثنائية في هذا الظرف ولا نحتاج إلى قيادة أقل من عادية بمراحل نعم ابقى معي سيد عبد الناصر المودع أرحب مجدداً بضيفي المحلل السياسي دكتور محمد جميح من لندن دكتور مساء الخير مساء النور أهلا بك دكتور دكتور بالبداية تحرك لرئيس الحكومة هو الأول منذ عودة المعارك في الجبهة الغربية ما الذي يعنيه من مؤشرات وراء هذا التحرك؟ هو في الواقع يعني منذ أن عاد رئيس الفجراء إلى عدن وهو يدرك في تصوري خطورة الوضع هناك وأنه يعني يكاد يسير في حقول من الألغام يريد أن يتواصل مع الكل ويريد أن يتواصل مع المتناقبات ويريد أن يهدى ويريد أن يعني أن يشكل أرضية مشتركة إلى حد ما وإن كان الجو العام في هذه المناطق لا أعني الجو العام الجماهيري وإنما أعني الجو العام الرسمي للسلطات الموجودة هناك هو جو عام بعكس ما يريد بندغر وبعكس ما تريد الشرعية بشكل عام لكن الخطوات التي يكون بها بين الحين والآخر التواصل مع بعض المسؤولين في التحالف التواصل مع بعض القيادات المحلية في عدن الخروج أمس إلى بعض الخطوات الأمامية في المواجهة مع قوات الإنقلابيين هي خطوات شكلية لا شك يعني لا تحمل يعني أي عمق يمكن أن يؤثث عليه ولكن هي يمكن أن تعطي نوعا من البدء لأن لو أن مسؤولي الشرعية عندما ذهبوا إلى عدن بدأوا بالتواصل مع الآخرين بدأوا بالتواصل مع المؤثرين بدأوا أيضا بالتواصل مع قوات التحالف بشكل عام أنا أعتقد أن الأمر كان يمكن أن يكون على الغير ما هو عليه الآن واحدا من الإشكالات أن طبعا الكل يتحمل المسؤولية في ما نحن فيه الآن في الأوضاع المناطق المتحررة لكن الحكومة التي لم تكن معنية بالأساس بإقامة هذه التحركات إقامة هذه العلاقات وهذا التواصل ربما جعلت التحالف يصير إلى نوع من اليأس من الحكومة وبالتالي يبحث عن القوى القوية على الأرض التي يمكن أن نتعامل معها هذا أحسننا الظن أما إذا أحسننا الظن فإن الجانب الإماراتي يسعى لأن يشكل قوى موازية للقوى التي ترى في الشرعية وفي الوحدة خيارا استراتيين وللقوى الإسلامية الأقراء التي ليس من قبل إذاعة الأسرار القول بأن الإمارات لديها مشروع آخر مغاير المشاريع التي تتحوى والإسلام السياسي لكن دكتور هل يمكن القول أن هذه التحركات التي لاحظناها مؤخرا يعني بدأت هذه التحركات من باب أن الحكومة الشرعية بدأت بمراجعة حساباتها وأيضا ترتيب أوضاعها من جديد لو عدنا الوراء قليلا عندما عشية المظاهرة التي دعا إليها المجلس الانتصاري الانقلابي الانقلابي في عدن كان بندغر قد ألقى كلمة يعني دعاهم فيها إلى التعقل دعاهم فيها إلى عدم إضاعة فرصة الشرعية وقال يعني تمسكوا بالرئيس هذه قبل أن تجدوا أنفسكم أمام عبد الملك بهذا المعنى هذه الاستراتيجية التصورية أو هذه الكلمة هي لخصة ما يفكر فيه بندغر من أن أي مشاريع جانبية أو أي جبات جانبية هي تعني انتصار الانقلاب وبالتالي عودت الأمور إلى ما كانت عليه نعم هي وإن كانت بداية تصورية لكنها ينبغي أن تتواصل ويمغي أن يحذو المسؤولون الآخرون الطريقة نفسها من المحافظ وغير المحافظ من أجل التواصل مع الناس من أجل أيضا محاولة حتى التواصل مع جهات الانتصال للوقوف على حقيقة ما يريدون لأن المشروع الانتصالي هو مشروع عدمي مشروع مستحيل نحن لا نقول ذلك لأننا نؤمن باليمن الواحد بل نقول ذلك حتى لو كنا من المؤمنين بمشاريع الانتصال فإن هذا المشروع عدم ولا يمكن أن يقوم لأنه يعني تشرد من جنوب نفسه هذه حقيقة ولكن بالمجملة أعتقد أن بندغر وإن كانت خطوات رمزية لكنها ينبغي أن تتواصل لكن دكتور أيضا هناك دكتور هناك من يرى أيضا أن تحركات الحكومة أو دورها بشكل كامل في المناطق المحررة وخصوصا في الجنوب مقيد بالدور الإماراتي كيف تره أنت؟ هذا صحيح علينا أن نعترف أننا كنا يعني من قبيل الأمل في أن الأشقاء في الإمارات سوف يعملون ضمن إطار الهدف المعلن لقوات تحالف العربي وهو إعادة الشرعية إلى البلاد لكن يتضح يوم بعد يوم أن الإماراتيين أهدافا أخرى غير الهدف المعلن من قبل القوات تحالف وهي أهداف ليست غير وحسب ولكنها مبادة ومعاكسة لهذه الأهداف لأنها هي التي تم عورة الرئيس هذه إلى عدم وبالتالي لا يمكن أن نصدق حكاية إعادة الشرعية للبلاد كما الإمارات تعمل على منع الرئيس من العودة إلى عدن وليس ذلك وحسب إنما تشجيع القوى الأخرى التي تنادي بتفكيث لأنها تقسيم نحن لا نستطيع أن نفهم هذا التناقض إلا في إطار أن الإمارات مشروع آخر يقالف المشروع المعلن عنه من قبل قوات تحالف طبعا أنا في تصوري أن السعودية ليس في هذا الوارد وليس هذا مشروع ولكن السعودية معنية بأن تتواجد بكثرة وأن تكون لها حضور فعال في المناطق المحضرة ما لم تستطيق المجال فراغا للدور الإماراتي وهو دور أنا كيمني بسيط ورأي مواطن عادي أرى بأنه أصبح دورا ملغزا ومحيرا بالنسبة لي بعد أن اتخذ خطوات واضحة وفاقعة في دعم الانتصال الذي يعني تفكيط البلاد والذي لا يمكن مع وجوده أن تعود الشرعي إلى كافة الزوايا المطلقة نعم إذن دكتور محمد جميح المحلل السياسي كنت معنا من لندن شكرا جزيلا لك أعود إلى ضيفي الآخر أو المحلل السياسي عبد الناصر المودع سيد عبد الناصر هنا سؤال أخير يعني كيف تنظر إلى المستقبل القريب في ظل المعطيات الحالية وأيضا الضعف في أداء الشرعية كما هو واضح يعني المستقبل القريب زي ما الماضي القريب الماضي القريب هو حالة اهترال هذه السلطة هو حالة ضعف وفشل وسيستمر هذا ما يمكن لأي شخص أن يتلبأ لأن المقدمات تنبئ بالنتائج فمادام لم يحدث أي تغير نوعي على الأرض فإن الأمور ستستمر على حالها تحركات رئيس الوزراء هذه يعني لا نأخذها إلا في إطار صورة شاملة وكاملة ولا نأخذها بجزئيات لأن هذه الجزئيات لا تغير في الصورة الكاملة الصورة الكاملة أن لكن ما الذي يمنع إحداث تغير نوعي على الأرض سيد عبد الناصر يعني ما ذكرت لك من إحداث تغير أن لا تكون هذه السلطة هي نفس هذه السلطة هذه هي مشكلتنا في الأساس يعني المشكلة هنا عدم إعادة ترتيب هذه السلطة وإنما بتغيرها بشكل كامل هنا الحل طبعا هذا هو الحل لمن يفقع الأمور أنه لا يمكن لسلطة فشلت هذا الفشل الذريع لم تغتنم أي فرصة من الفرص التي منحت لها وهي داخل صنها وهي في عدن وهي في الرياض وهي في أي مكان لا يمكن لهذه السلطة بعد كل هذا الفشل أن تصحو في يوم ما وتصبح سلطة ناجحة وبالتالي المشكلة الأصلية هي مشكلة هذه السلطة تغييرها أصبح ضرورة إن أراد أن أراد اليمنيون إحداث تغيير حقيقي يتحرك بهم نحو الأمام عليهم أن يسعوا بكل الطرق لتغيير هذه السلطة لأن هذه هي البداية الحقيقية لإحداث تغيير نوعي لأنه عندما يكون لديك سلطة تخلق فارق نوعي بينها وبين الإنقلابيين والإنفصاليين والفصائل هذه التي أصبحت تتكاثر مثل الفطر والحركات الكثيرة خارج سيطرة الدولة عندما يكون هناك فارق هناك مشروع دولة وهناك مشروع لهذه الفقاقيع من جميع الاتجاهات أكانت في الشمال أو الجنوب أو في تعز أو في مارب أو في أي مكان هنا ستحدث النقلة النوعية سينضم باتجاه هذه السلطة الكثير من مصلحتهم هي اليمن ومصلحتهم والاستقرار والأمن والازدهار لكن في ظل الوضع الحالي ليس هناك من فارق نوعي ولا حتى فارق بين هذه السلطة وبين السلطات المنافسة لها والتي لها وجود على الأرض حتى أن هذه السلطة ليس لديها وجود فعلي في أي مكان بحيث نقول السلطة موجودة في هذا المكان انظروا لها هكذا نقول للشعب اليمني انظروا لهذه السلطة هي موجودة في المكان الفلاني لا استطيع أن تقول لي أن منطقة معينة هذه هي ثمارات هذه السلطة أو مخرجات هذه السلطة أو النموذج الذي تريده هذه السلطة لليمن وبالتالي ليس هناك من شيء يجعل الناس يتخلوا على الانقلابين أو يتخلوا على المفصالين أو يتخلوا عن الجماعة الدينية المسلحة وغيرها مقابل مشروع وطني وبالتالي الأمور ستستمر في هذا العبث وفي هذه الحالة الفوضوية في اليمن إلى أن يحدث هذا التغير الذي ينبغي أن يكون مترافقاً مع مشروع وطني مشروع يعيد الاعتبار للجمهوري اليمنية يعيد الاعتبار للوحدة اليمنية التي ليست هي معضلة كما ذكر الرئيس الوزراء وهذه حالة من اهتراء الدولة أن الرئيس الوزراء يقول أن الوحدة أصبحت معضلة ليجامل بها الانفصاليين هذه ليس خطاب رئيس وزراء للجمهوري اليمنية أن يقول بهذه اللغة أن تصبح الوحدة اليمنية تهمة أن تصبح الوحدة اليمنية هي مشكلة عندما تكون قناعة المسؤولين مسؤول حكومي بأن وحدة دولته هي مشكلة إذن هناك مشكلة هناك مشكلة في هذا الطرق وليس مشكلة في الوحدة ليس هناك مشكلة في توحد الدول هناك مشكلة في من لا يرى في توحد الدول بأنها هي الحالة السليمة وليست هي حالة المشكلة هنا عندما نصل إلى سلطة تؤمن بالجمهورية اليمنية تؤمن بأن هذه الجمهورية هي جمهورية نهائية لجميع الشعب اليمني جمهورية يجب أن يكون جميع الشعب اليمني لديهم نفس الحقوق ونفس الواجبات في هذه الجمهورية حينها فقط سنكون بدأنا الخطوات الأولى باتجاه السعادة هذه الدولة أما عندما لا يكون مسؤولي هذه الدولة مقتنعين بهذه الدولة فكيف سنستعيد دولة مسؤوليها ليسوا مقتنعين بها لا يؤمنون بها لا يؤمنون بأن الجمهورية اليمنية أصبحوا ينظرون للجمهورية اليمنية والوحدة اليمنية بأنها مشكلة نعم إذن وضحت الصورة أشكرك جزيلا المحلل السياسي كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان سيد عبد الناصر المودع إذن مشاهدين بهذا القدر نكتفي ونصل إلى اختام حلقة الليلة من زوايا الحدثة أشكر ضيوفي دكتور محمد جميح المحلل السياسي كان معنا من لندن وأيضا المحلل السياسي السيد عبد الناصر المودع كان معنا من العاصمة الأردنية عمان ختاما مشاهدين تقبلوا تحياتي وطحيات معد حلقة الليلة الزميل ماهر أبو المجد وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل حتى الملتقى في حلقة قادمة أترككم في رعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة